بالنسبة للتشخيصات الأخرى التي علينا أن نضاحف عن الاعتبار قبل أن نشخص والتي قد تختلط مع الطراب مع هذا الطراب الطراب تعكر مزاج ما قبل دور تلحيظ لدينا عنوانين أساسيين العنوان الأول أو متلازمة ما قبل الدورة شيء متعرف عليه بين الناس أنه تمام هذا يحصل مع النساء وهو تمام بعض الأعراض التي تحصل عند الدورة تحصل عند كثير من النساء فلعل الشيء المفتاحي هنا أن الأعراض إذا كانت محتملة ولا تعيق الحياة تمام نحكي عن PMS وقت إذن تعالج الأعراض بحسبها ألم في البطن انتفاخ مزاجية نوعا ما تعب عام في الجسم يحصل مع كثير من النساء في وقت الدورة أو قبلها بقليل حتى في حين لما نتكلم عن PMDD Pre-Ministral Disforic Disorder الطراب تعكر مزاج ما قبل الدورة لا نحن نتكلم عن أعراض بحسب المعايير التي تكلمنا عنها في الفيديو اللي كانت متعلق بمعايير التشخيص وتكون معيقا للحياة وتكون سبب إشكالات حقيقية وتحتاج علاجها هذا الشيء الأساسي الأشياء الأخرى الذي علينا أن نضعه فيها الاعتبار أنه كثير من الاضطرابات خاصة الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب القلاق وغيرها من المشاكل تزداد في فترة الدورة يعني لو كانت امرأة عندها اكتئاب اكتئاب عادي الميجر ديبريسر ديسوردر اطراب الاكتئاب الجسيم الآن بطبيعة الحال أعراض الاكتئاب تكون في فترة الدورة أشد تكون أشد وأكثر فتكون تتعب أكثر المزاجة بتعكر أكثر وهكذا امرأة عندها قلق القلق في فترة الدورة يزداد أكثر فنحن ننتبه عند تشخيص البيم دي دي بريم نسر ديسوردر أن لا تكون الأعراض هي مجرد شدة يعني أعراض تشتد ولكنها موجودة في غير هذا الوقت فهذا مسألة مهمة لذلك التفرقة تكون عن طريق التوقيت فأعراض تحكل مزاج قبل الدورة يكون كالتالي أنه هناك أعراض تحصل قبل الدورة بأسبوع تبدأ تزداد 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 مع بداية الدورة تبدأ العراض تقل وتقل وتقل هكذا هي هذا البيم دي دي باقي الدورة باقي الأوقات ما فيها أعراض في حين لو كانت إنسان عندها اكتئاب جسيم اكتئاب عادي يعني يكون عندها اكتئاب حتى في غير هذه الأوقات ولكنه يزداد في وقت الدورة أو قبلها بقليل هذه مسألة أخرى هذه مسألة أخرى فبهذا نفرق والتفرق مهم هنا التفرق مهم لأنه كثير من المشكلات النفسية والجسدية تزداد وتشتد في فترة الدورة وسبحان الله اللي جعل هذه الفترة المرأة فيها تخفف عنها حتى في العبادات وهكذا العالم اليوم لا يرعي هذا أبدا عند النساء لا في دراسة لا في عمل ولا في شيء علامستان ترجمة نانسي قنقر